ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير برد العزراء تعالوا نتكلم على نصايح مهمة جدا تخص النص التالي الشهر يوليو العام 2021 الفترة دي فيها نصايح كتير صراحة مش معنا كده ان الفترة دي صعبة او غلثة او بالعكس احنا اتكلمنا في التوقعات ووضحنا الدنيا ماشية ازاي لكن في نصايح مهمة في حاجات صغيرة لازم تاخد بالك منها زي اللي منهم ان انت عندك فيه رجوع لاصدقاء الاصدقاء دول حصل ما بينكم ما بينهم خلاف او حصل مشكلة ما حصل ان كان فيه غيرة او انتقاضية او الغيرة عملت مشاحنات ما بينكم او الشخص ده حاول انه يشاهر بيك بحاجة او يسوق سمعتك في حاجة او يطلع شكلك مش حلو قدام مجموعة من الاشخاص الشخص ده عايز يرجع لك او الصداقة دي عايزة انها ترجع مرة تانية هل الرجوع ده هيكون في مصلحتك لا لا خلي بالك جدا جدا ما تبقاش بقى حتة العشرة واصلو صاحب عمري وصاحب عمري ولا اعتصروا بقى وقربوا طريق لا فيه فيه طرق مزيفة على فكرة خلي بالك كويس اوي ما تديش الثقة الكاملة مرة تانية خلي بالك اللي غادر بيك هيغضر مرة واثنين والف فخلي بالك كتير يا برج العزراء من اصدقاء خينين وغدرين وهم رجوعهم ليك عشان حسوا ان هم فقدوا شيء معين فعايزين ان هم يوصلوا للنقطة دي مرة تانية اما النصيحة رقم اتنين يا برج العزراء وهي انك لازم ولابد انك تبعد عن الانتقادية وابعد عن اصارة الجدل من الكلام من الانتقاد من ان انت تعلق على بعض المواقف للقريبين منك قبل البعيد بمعنى مش حلو خالص انك تقول لحد من اهلك انت كذا او انا اللي عملت كذا او انت غلطان في كذا او انت مش عارف ايه فكرة الانتقادية الدائمة هتسير سلبية تجاهك جدا وهيكون عندك احتياج لبعض الاشخاص اللي انت بتنتقدهم ومش هتلاقيهم كون حذر جدا جدا في النقطة دي مش هتخطر في بالك او هتحس ان ده عادي او النقطة دي عادية لكن لما تقع في احتياجك او تقع في موضوع معين وتحس ان الاخر بيك انه بيعطبك بالانتقاد اللي انت انتقادته بيه هتعرف ايه مدع فخلي بالك حتى لو الانتقاد خوف على الشخص ما بلاش ان انا اكون لازع في انتقادي ركز في كلامك النقطة اللي بعد كده وهي احذر من الاهمال للاولاد او الاب والامة خلي بالك كتير في المنطقة دي خلي بالك دايما من ان لازم تدي حب ادي اهتمام عارف انا هقولكم على حاجة مهمة جدا قرب من الاهل اوي وحبهم اوي مش هقولك بقى صلة ارحم مش انا اللي اجي علم برج العزراء على صلة لا طبعا يعني برج العزراء بيحب جدا الترابط العائلي على فكرة بس الفترة دي عنده انشغالات كتير قوي ويبقى عايز يتصل بفلان وعلان 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 ويلاقي الوقت تأخر طب انا كنت فين كل ده كنت مفكر كنت مجغول كنت مش عارف ايه فخلي بالك انت وقت ان انت تعمل اضافة لنفسك ووقت ان انت يعني انك تحب نفسك وقت ان انت لما تحب نفسك تقدر تزور هنا وتقدر تتواصل هنا محتاج وقت تديه للأهل للأولاد خلي بالك لان عندك اشخاص فقدين الاهتمام من ناحيتك خلي بالك لان فيه اشخاص بيقولوا ان انت مش معاهم بيقولوا ان انت وقتك مع حد تاني تفكيرك مع حد تاني فادي وقت لأولادك للشريك للأب الأم بالنسبة لك للناس المقربين تجاهك جدا لان بيعتبوا عليك من جواهم وبيقولوا للمقربين لهم ده فلان سيبنا ده هاملنا ده مش عارف ايه فيه شكوى بتطلع من اهلكم ان انتوا بعيدة عنهم احدونوا اولادكم احدونوا المقربين ليكم هدوهم اتكلموا معاهم كلام حلو ما تضيعوش وقتكم فيه ان انتوا تبعدوا عن المقربين ليكم يا برج العزراء نقطة مهمة جدا جدا هتحسوها برضو مع الوقت خاصة في الاسبوع الرابع هتحسوا ده جدا هتحسوا الفرق جدا وهتحسوا ان فيه نوع من انواع الانتقادية تجاهكم والاسلوب والمعاملة متغيرة هو ده السبب بالنسبة برضو يا برج العزراء حاول فعلا انك تحب نفسك انك لما بتحب نفسك لمعة الحزن او نظرة الحزن بتتغير فيك بمعنى ان انت محتاج تحب نفسك وان انت تغير من نفسك اغير بيه الالوان بالستايل بالشكل حب نفسك بانك تدلع نفسك حب نفسك بانك تطور من نفسك حب نفسك بانك انت تفرح وتروح وتيجي وتعيش اجواء مميزة يعني شوف مكان انت بتحبه روحه شوف مكان انت بتنسجن فيه قوي وبتفرح فيه روحه شوف اشخاص انت لما بتكون قريب منه بتكون سعيد او اشخاص لما بتزورهم بتكون سعيد حاول تعمل ده اعمل حركة في حياتك محتاج تعمل ده جدا محتاج انك تحب نفسك اي تدلع نفسك اي تشوف انت عايز تعمل ايه وتعمله مبلاش بقى فكرة اصل الناس هتفهمني مش عارف ايه انت معرض ان الناس تفهمك غلط كتير على فكرة الفترة دي الفترة بتاعت اللي هي النص التاني من شهر يوليو وكمان اول شهر اغسطس انت معرض لده قوي قوي بس الفكرة بالنسبة لي لو انا مكانك مش هيهمني بس يهمني ان انا مدام حافظة على مبادئ خلاصة لكن اللي علي ان انا لو حاجة حابب اعملها هعملها لو حاجة حاسس ان الموضوع ده يفرحني هعمله لو مش عارف ايه ايه هعمله فحاول تعمل ده جدا فحب نفسك دلع نفسك افرح مبلاش ان انا اشوف الحزن مبلاش ان انا اشوف الحاجات الكئيبة فقط مبلاش ان انا مش عارف ايه لان وقتها انت بتخسر حاجات كتير قوي قوي اولهم ان الاخرين بيشوفوا عنك ان انت حزين بشكل دايب ان انت عندك خلي بالكم يعني فرح نفسك دلع نفسك شغلوا اغاني كده ورقصوا اعملوا اي حاجة حلوة يعني فهميني خربوا اي حاجة قضوا وقت ممتع مطلوب جدا جدا انك تعمل ده اقعدوا في البيت انا بعمل كده يعني شوفوا انا بطلع لكم بطلع لكم مثلا انا هو من غير ميكاب بس في نفس الوقت لما بكونت من دايقة بقعد اعمل ده كتير جدا جدا مع نفسي بعرف حط كتير قوي بس بزهق عشان كمان الجو فالمهم يعني فاعملوا اي حاجة ليه علاقة بالتغيير والحاجات دي كلها المهم الحاجة من اهم الحاجات اللي انا عايز اقولها خاصة ليه الناس اللي هم منفصلين وعندك حب جديد في حياتك لان عندك نوع من انواع الحيرة القوية الحيرة ما بين الماضي وما بين شخص مش عارف ده مناسب ولا لا او شخص تاني بيحبك جدا مش عارف طب اوافق على دا ولا دا ولا الماضي هو اللي يكون افضل ليه يا محتار كتير وفلان يقولك لا ده هيكون افضل وفلان يقولك لا ده اللي افضل واصلح ليك او انك ترجع ففيه كلام كتير وجدل كتير خلي بالك قعد مع نفسك انت شخص روحاني قوي وقادر على ان انت تختار الاختيار الصحيح بس بدون تصرع لما تقعد وما بتقعد وتفكر اما بتقعد وتفكر بتبدأ تلاقي ان انت لا اختيارك دا صح لا اختيار دا مش عارف ايه فبتبدأ ان انت تعرف ايه الصح من الغلط يا اصحاب برج العزراء برج العزراء عايز اقول حاجة مهمة جدا بمناسبة الروحانيات فعلا انت من اكثر الابراج روحانية طبعا مش لوحدك فيه ابراج كتير برضو بس انت من اللي عندهم كوة روحانية من حس احساسك واحلامك وقول لكم على حاجة كمان برج العزراء من اكتر الابراج اللي تلمح الحاجات الغير مرئية بالنسبة للكتير طبعا من اكتر الابراج اللي تحس بتقاطل مختلفة فعندك دا وكتير منكم وهو صغير شاف حاجات مختلف قبل ما يعدي سن معين كتير منكم شاف وعرف ولاحظ وخد باله وقالوا ايه دا ايه الحاجة الغريبة دي منكم كتير اللي عاش الاجواء اللي زي كده لكن انت شخص روحاني رائع جدا جدا عليك انك تحصل نفسك اصل انت عندك حسد والحسد من المقربين ليك والحسد بسبب التغيير اللي موجود عندك وكمان مش حسده بسه لا دا انت عندك كمان امور ليه علاقة بيه ان فيه اشخاص غيرانين منك من المقربين ليك اصدقاء وايا كان فاللي ما هيبدأ اللي هو مش هيعرف يسوق في سمعتك ولا يعرف يسيق ليك بسبب الغيرة هيبدأ يحسدك فعليك انك تحصل نفسك كويس قوي انت شخص بقى روحاني نيجي للنقطة بتاعتنا اعرف كويس قوي او حس شوف الناس مين اللي حواليك كويس ومين لأ الكويس قرب ليه والوحش ابعد عنه انت جواك بعض الاشخاص اللي انت عايز تقرب منهم الناس دي على فكرة بعيدة عنك يمكن تكون عارفهم معرفة سطحية او معرفة من بعيد لبعيد ونفسك كتير تقرب منهم بترقبهم عن شغف مش بترقبهم مراقبة عادية لا بترقبهم بشكل قوي قوي وبترقب حبيب من زمان بترقب شخص انت نفسك تكون زيه جدا بترقب شخص ممكن يكون منافس ليه فانت عندك ده فانت لما تكون عايز حاجة اعملها لما تكون عايز ان انت شايف شخص انت بترقبه وحش ابعد عنه شايف شخص كويس قرب منه حتة ان انا اغجل ولأ كرمتي وازاي قرب منه وازاي صلى حلقتي معاه لوانا متخاصم معاه لا مفيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها ان انت بتقعد بتغلي في نفسك انك عايز تقرب من فلات او قاعد بتغلي في نفسك عشان تعرف معلومة معينة حاول انك انت تقرب او حاول انك تسعى انك تعرف او حاول انك ترجع ما بلاش انك تبقى شايل حاجة جويك روحانياتك بقى هتساعدك في ده كله هتساعدك ان فلان طقطو دي عيب Bea متقبل مني ان انا أبقى معاه ولا لا متقبل ان احنا نرجع ولا لا متقبل ان احنا ان يقول لي معلومات معينة ولا لا فانت روحانياتك هتساعدك في ده واهم حاجة التحصيل كمان بالنسبة للمواقف الإيجابية في حياتك يعني ما بلاش كل حاجة حلوة إن أنا أقولها ليه؟ لأنك بتطلقت بسرعة وبتحسد فيها حاجات كتير التوقعات الإسبوعية أعيدكم إن أنا كمان أقول فيها بعض النصائح التانية ما تنسوش لايك وشاركوا في قناة تفعيل الجرس سلام شكرا